اشتركوا في القناة نوهان سموه بالمشاعر التي عبر عنها أبناء البحرين في وفاة شقيقة سموه سمو الشيخ عائشة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثرها حرم سمو الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة وقد أعرب سمو الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء داعيا المولى جلت قدرته أن يحفظ سموه ويديمه ذخرا للوطن وشعبه وخلال اللقاء هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بانتخابه رئيسا للاتحاد الأسيوي لكرة القدم والذي كان فوزا مستحقا ونتاج عمل مثمر رافع اسم مملكة البحرين عاليا في المحافل الرياضية مؤكدا سموه أن هذا الفوز يعكس الثقة الدولية في أبناء البحرين بقيادة دفة العمل في كبريات المنظمات والمؤسسات الدولية ومن بينها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والذي يعد المظلة التي تحتضن كافة الجهود لتطوير كرة القدم الآسيوية وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة يستند إلى تاريخ حافل بالإنجازات في مجال كرة القدم الآسيوية والدولية وهو الذي يبشر بمزيد من التطورات والنقلات ستشهدها الكرة الآسيوية خلال رئاسته للاتحاد في الدورة الجديدة معربا سموه عن بالغ الشكر والتقدير لكافة الدول التي وقفت مع مملكة البحرين في الانتخابات لإيمانها بقدرة أبناء المملكة في إحداث التغيير والتطوير والنهوض بالكرة الآسيوية وقد رفع معالي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيهات سموه ودعمه اللامحدود والذي أسهم في تحقيقه لهذا الإنجاز الدولي الذي يعزز من سمعة مملكة البحرين معكدا أن هذا الفوز هو فوز لسياسة حكومة نجحت في الاستثمار بميدان الشباب والرياضة وحظيت بالثقة الدولية في هذا الجانب